ما الذي يقيسه عداد الكعباء في منازلنا عداد الكعباء يقيس مقدار استهلاكنا للطاقة ولكن ليس بوحدة الجول لأن وحدة الجول صغيرة جدا جدا فسخان الماء خلال 50 دقيقة يستهلك طاقة مقدارها 12.558.000 جول وتخيل لو أن كل الأجهزة تعمل في منزلك ستجد أن استهلاك الطاقة لديك يصل لمليارات الجول وأكثر في الشهر وبالتأكيد سيكون الأمر مربكا وغير عملي لك ولشركة الكعباء في تقدير سعر الجول وعليه فكرت شركة الكعباء بفكرة زكية وهي ابتكار وحدة طاقة أكبر فبدلا من التعامل مع الجول افترضت أنها تتعامل مع الألف جول أي ألف وط في الثانية وبالتالي ألف جول تعادل واحد كيلو وط في الثانية ولكن هذا أيضا رقم صغير جدا لتحدد بناء عليه قيمة استهلاك الطاقة وهنا تم اقتراع تحويل الثانية إلى ساعة وذلك بضرب طرفي المعادلة ب3600 وهكذا تم استبدال احتساب تكلفة استهلاك الطاقة بوحدة طاقة ملائمة وهي وحدة الكيلو وط ساعة والتي تظهر على عداد الكهرباء وفاتورة الكهرباء بالرموز KWH أي كيلو وط ساعة إذن استهلاك واحد كيلو وط ساعة يعادل 3.600.000 جول وهكذا أصبحت وحدة كيلو وط ساعة هي وحدة قياس استهلاك الطاقة المؤتمدة في كل شركات الكهرباء في العالم